وظيفة المدرسة الابتدائية التتاتي في الجزائر خلال الأهدى الأثماني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات ومع ذلك فإن وظيفة المدرسة الابتدائية كانت همة فهي تثقف وترب الأطفال على طواعد الإسلام وعلى نمط اجتماع محدد وهي تقوم بتحفيظ القرآن الكريم الذي هو أساس الثراثة الإسلامية وهي تعلم الأطفال مبادئ العلوم والقراءة والكتابة فيحفظون لسانهم من العجم ويتوحدون في التفاهم والتخاطب حيث متانوا وهي أيضا تساهم في إعطاء الطفل رصيدا من المعارف التي تساعده على شرط طريقي في المجتمع بعد خروجه منها عندما يبلغ عادة الرابع عشر سنة وإلى جانب ذاتها كانت المدرسة الابتدائية تعد شعبا متعلما محصنا لا يوجد فيه لا عدد قليل من الأميين حقا إن المدرسة لم تقر بالتعليم ولم تساير العصر والحاجة الاجتماعية ما سنرى ولات إنها تانت على كل حال تؤدي وظيفة أساسية في المجتمع خصوصا رفع الأمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد